فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والدين والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والدين هذا مما يستفيل عقل فقال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فإذا سب الرجل والد شخص فإن هذا الشخص سيسب والدي هذا الساب الأول فيكون سبب ومن ثم فإن هذا الحديث كيف يلعن الرجل والدي قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه دليل على القاعدة الفقهية المتسبب كالمباشر